اشتركوا في القناة أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بالأعياد الوطنية ويدعو في نطقه السامي إلى استشعار نعم الله التي من بها على الكويت وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان فرحة الكويتين والمقيمين بالأعياد تتجلى مظاهرها في شوارع البلاد أعلاماً وصوراً ورايات تمجد في حب الوطن والأمير هنا الكويت أيها المواطنون الكويتيون أيها الموقيهون شرفاء القوات العراقية تارثوا دولة الكويت ففقوا لنجتتها شاهد على العصر والتاريخ متحف كي لا ننسى يوثق بالصوت والصورة بانورام الغزو العراقي الغاشم ويروي فصول النضال لشعب انتصر وفي النشرة أيضاً الهيفي يعلن رفضه الإذعان لضغوطات سياسية واجتماعية تمارس عليه لإيفاد غير المستحقين للعلاج في الخارج نشرة الأخبار من الرأي أهلاً بكم لا فرحة تضاهي فرحة الشعب الكويتي اليوم وغداً ففرحة الاستقلال والنصر وعودة أمجاد الوطن لها طعم آخر اليوم وغداً تحتفل الكويت في الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثانية والعشرين للتحرير وفي هاتين المناسبتين وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كلمة إلى المواطنين والمقيمين هنأهم فيها بالمناسبتين الوطنيتين العزيزتين على قلوب الجميع داعياً إلى استشعار نعمة التحرير واستذكار النعم العظيمة التي أفاء الله بها على الوطن العزيز وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ونعمة المحبة والتأخي التي تربط أهل الكويت جميعاً وتجمعهم كأسرة واحدة متعاضدة وقال الشيخ صباح الأحمد إن هذه النعم هي نعم جليلة تستيجب الشكرى وتدعو إلى تكاتف الجهود وإشاعة المودة والحفاظ على الروح الوطنية وإلى العمل المخلص والبناء لخدمة الوطن الغالي والحفاظ على أمنه ورفع رايته وإلى توجيه كافة الطاقات للرقي به وتطويره وازدهاره وقد شكر الشيخ صباح الأحمد ما أبداه المواطنون والمقيمون من تفاعل ومشاركة فعالة وما أظهروه من مشاعر البهجة والسعادة بأسلوب حضاري مميز مشيداً بالجهود المبدولة من كافة أجهزة الدولة من استعدادات وتنظيم عال لهاتين المناسبتين وقد استذكر الأمير في كلمته شهداء الكويت الأخيار من أبنائها وبناتها الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن تراب هذا الوطن وجرياً على العادة انطلقت مظاهر الاحتفال وغصت شوارع الكويت بالمركبات المزينة بالأعلام الوطنية وصور أمير البلاد كما احتشدت على طول شارع الخليج من ساعات الظهيرة الجموع البشرية التي ارتأت أن تحتفل بالعيد كل بطريقته وزارة الداخلية التي سبق وأعلنت عن جهوزيتها لمواكبة الاحتفالات كانت جاهزة للمساعدة على فتح الطرقات وتسيد الأمن في الشوارع احتفالاً بالأعياد الوطنية والتحرير أيضاً كان لقطاع الاتصالات الدورة المهم في إنارة سماء الكويت حيث قامت شركة الوطنية للاتصالات بإضاءة متعددة الألوان بالقرب من برج التحرير ثلاثية الأبعاد تحمل صور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وعلم الكويت والمعالم التي تعد رمزاً للبلاد وهي خطوة تعكس مشاركة الشركة في الاحتفال بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد ولمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وجرياً على عادتها زار وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور الرعاية الاجتماعية وتحديداً دار رعاية المسنين للاستمتاع معهم بفرحة الأعياد وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري أكد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن وأنها جادة بالعمل على توفير سبل الراحة والعناية لهم اليوم سعيد بزيارة أول زيارة لدار الرعاية كبار السن وتشرفت بالالتقاء بضيوف هذا الدار من أبهاتنا وأمهاتنا متمنين لهم يعني موفور الصحة والعافية وحبينا نشاركهم بهذه المناسبة السعيدة ونشاركهم أفراحهم مثل ما تشوفونها الآن بحضور الأخوة القيادين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي يعني أشكرهم على ترك أسرهم ومشاركة أخوانهم نزلاء الدار بهذه المناسبة السعيدة هذه الفئة سواء من كبار السن أو من الصغار لهم الأولوية القصوى في الاهتمام والرعاية واللي أعتقد أن نحن يجب أن نسعى دائما إلى تحقيق كل متطلباتهم إلى قدر الإمكان وإن شاء الله بفترة قادمة وبتوجيهات معالي الوزيرة السيدة ذكر الرشيدي سنطلع على الأفكار الجديدة خصوصا من الأخوة العاملين في دور الرعاية لنستمع إلى الأفكار البناءة للارتقاء بمستوى المعيشة والرعاية الصحية والجوانب الاجتماعية والترفيهية الأخرى لأبهاتنا ومهاتنا من نزلاء الدار وكذلك من أبنائنا الصغار السن قصة كفاح الشعب الكويتي مع الغزو العراقي للبلاد تجسدت في متحف كي لا ننسى الذي أعاد صياغة الأحداث من خلال بانوراما مشهدية تترجم الواقع أنذاك القصة كاملة والصور المشهدية في تقرير لابتسام رمال هو مشهد يحكي قصة التعذيب التي طالت أبناء الوطن أيام الغزوه وهو مشهد يدمي العين لأنه سيبقى مخلدا في الذاكرة عبر محاكاة الواقع أنذاك في بيت الكويت للأعمال الوطنية هنا الكويت أيها المواطنون الكويتيون أيها المقيمون الشرفاء القوات العراقية تارسوا دولة الكويت فهو قول نجلتها جولة في المتحف كفيلة بأن ترسم لك الصورة وقت ذاك من تاريخ دخول القوات العراقية والمعارك التي دارت بين المقاومة وجيش الغزوه سيناريو الغزو في المتحف يحكي بالصوت والصورة ما تعرضت له الكويت من سرقة ودمار ومعاناة من خلال مؤثرات صوتية وضوئية وصولا إلى فرحة التحرير ودور المرأة في كفاحها وطبعا لتترك صور الشهداء والأسرى مكان خاص هنا من أجل تارسيخ ذكرى الغزو للأجيال القادمة وعلى الرغم من كونه المتحف الوحيد الذي يجسد لمرحلة تاريخية إلا أنه يواجه خطر الإهمال حاولنا من خلال هذا البيت الذي أسستنا في سنة 97 أن نرد على ادعاءات النظام العراقي وفي نفس الوقت ندون مرحلة مهمة في تاريخ الكويت دولة مقصرة بتقصير كبير جدا في رعاية هذا المكان واليوم نحتفل في مرور 18 عام على وجود هذا البيت 18 عام استقبل أكثر من ألاف واستقبل أكثر من ألف وثمانمائة وفد إعلامي وأكثر من ألفين وفد عسكري ومع هذا ما زالت الدولة تهددها بالإزالة ومع هذا البيت لم يحصل على ميزانية هذا يعني عطونا أرض لكن الأرض من يبنيها يعني متحف كي لا ننسى لم ينسى أيضا الأسماء والصور المرسومة يدويا لحكام آل سباح وخريطة الكويت وصالة الهوية الكويتية التي تحكي بالصوت نشأة الكويت منذ القدم والمتحف الذي يعد نموذجا لنقل الواقع الحقيقي لما مرت به الكويت فرصة لهؤلاء للتعرف إلى ماضيهم وعدم نسيان بطولات أبائهم يعلم اليهال يعلم العيال اللي تهم طالعين ما يدرون شو الموضوع الغزو شفت أشياء يعني قاعدين نسمع عنها عن أبائنا وعن أمهاتنا شو نوع شو بالغزو والمتحف الذي يعرض جرائم النظام العراقي السابق والوثائق التي تخلد لتلك الجرائم يشمل أيضا على مشاهد سقط النظام وتمثال صدام الذي تم إسقاطه ومتبعه من مقابر جماعية ونهاية نجله عداي وعبأته هذه هناك في صور تمثل الحياة اللي كان يعيشها أبناء الرئيس النظام العراقي والنهاية المحتومة وأيضا في بعض المقتنيات اللي تم جلبها من العراق مثل طبعا قطعة من ملابس عداي صدام حسين موجودة في أحد القصورة وأيضا سيجار طولة 40 سنتيمتر بالإضافة إلى ملابس أول أثير شهيد تم التعرف على رفاثة ما بعد سقوط النظام المتحف الذي جسد تاريخ الجريمة الإنسانية التي ارتكبها النظام أنذاك يبقى شاهدا تاريخيا على المواقف البطولية التي قام بها أبناء الوطن قصة كفاح لشعب ناضل من أجل الحرية تجسدت في متحف كي لا ننسى حتى لا ننسى دماء الشهداء التي سالت في سبيل كرامة وطن ابتسم رمال الرئيس وفي الشأن الصحي أكد وزير الصحة محمد براك الهيفي إن قرار زيادة مخصصات العلاج في الخارج للمرضى ومرافقيهم بنسبة 100% مستحق بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة لا سيما في الدول الأوروبية موضحا أن المبلغ سيكون 200 دينار يوميا للمريض و100 دينار لمرافقه وقال على هامش لقائه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة أنه يتعرض لضغوط اجتماعية وسياسية لإرسال من لا ينطبق عليهم الشروط للعلاج بالخارج ولكنه لم ولن يخضع لها معلنا أن مستوى خدمات المستشفيات الحكومية في الكويت تفوق ما يقدم في المستشفيات البريطانية نشرة الرأي متواصلة وفيها بعد الفاصل بعد انقطاع دام لأكثر من 23 عاما العراق يسير أولى رحلاته إلى الكويت الأربعاء المقبل أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية أعلنت وزارة النقل العراقية أنها ستسير يوم الأربعاء المقبل أول رحلة جوية إلى دولة الكويت عبر الخطوط الجوية العراقية بعد توقف داما 23 عاما وقال وزير النقل العراقي هادي العامري أنه سيتم بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الجاري افتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت وستنظم الرحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية وللمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاما وأوضح هادي عفوا أن الرحلة جاءت نتيجة جهود حتيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعوة القانونية بينهما أكد الأمين العام للأمالة العامة للأوقاف عبد المحسن الخرافي على الدور البارز الذي تلعبه الكويت في تقديم صورة الإسلام الصحيحة والسامحة وفي الدفاع عن القضايا الإسلامية وقال الخرافي خلال تمثيله الكويت في الاجتماع المفتوح لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي أن دولة الكويت من منطلق إدراكها لمسؤولياتها القومية الإسلامية تولي عناية خاصة للجهود الدعوية والإغاثية للمنظمات والمؤسسات الإسلامية وتقدم دعما غير محدود بشتى الوسائل والطرق الممكنة للجهود المشتركة المستقبلية الداعية إلى تعزيز لغة الحوار والتعاون بعيدا عن التشردم والتفكك والصراع بهدف فهم بعضنا البعض دون المساس بالمقدسات الإسلامية والرموز الدينية والثوابت نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الناجي الكويتي للمعاقين يواصل تحقيق الإنجازات الرياضية أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية عقد رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أمير البلاد السنوية الكبرى الثانية للرماية دعيج لا تيبي اجتماعات مكثفة مع اللجان العاملة في البطولة التي تنطلق منافساتها في الأول من مالس المقبل وتستمر حتى التاسع منه بمشاركة 45 دولة يمثلها 600 رام ورامية و200 إداري وقال تيبي إن الاجتماعات تناولت شرحا مختصرا لخطة عمل اللجان المسؤوليات والواجبات المنوطة بكل لجنة ومنها اللجان الفنية والإعلامية والاستقبال والعلاقات العامة ولجنة حفل الافتتاح والبطولة مضيفا أن اللجان العليا المنظمة تبذل كل جهودها لإخراج البطولة بالشكل اللائق والمميز خاصة وأنها تحمل اسم أمير البلاد وتتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية واصل النادي الكويت للمعاقين تحقيق الإنجازات الرياضية الكويتية على المستوى الخليجي فبعد أن حقق قبل فترة لقب البطولة الخليجية لكرة السلة على الكراسي المتحركة عاد أبطال النادي بالسيطرة على مسابقات الخليج فتوجى بلقب البطولة الخليجية الثامنة لألعاب القوى للمعاقين بإحرازه 38 ميدالية متنوعة تقرير لأحمد العنزي معاقين في أجسادهم لكنهم أصحاء في أنجازاتهم هم أبطال النادي الكويت للمعاقين بتحقيقهم لقب البطولة الخليجية الثامنة لألعاب القوى والتي اختمت في العاصمة القطرية الدوحة انتهز هذه الفرصة أيضا وأرفع لمقام سيدي حضرت صاحب السلم وهذا الإنجاز الكبير بتحقيقنا عدد 38 ميدالية منها 16 ميدالية فضية و13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية وتسعها برونز وعندنا 11 مقعد لبطوة العالم لإستقام إن شاء الله فرنسا وبارك لللاعبين وأهاليهم وحقيقة بإسم نيارة العظام للسدارة وبارك أيضا لصاحب السمو بهذا إنجاز السمو لعدل أمين الشعب الكويت كافة وتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الإنجازات بإسم الكويت 38 ميدالية متنوعة المعدن أصطادها بطول نادي الكويت للمعاقين بواقع 16 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية وتسع ميداليات برونزية وضعتهم في المركز الأول على المنتخبات الخليجية تصدروا المركز الأول في الترتيب العام فهذا ندل على صراحة إعداد وتطوير في رياضة المعاقين والحمد لله رب العالمين الشيء المفرح أن 60 إلى 70% من لاعبي الفريق أغلبهم ناشئين وهذا الشيء اللي يطمن إن شاء الله وإلى جدام إن شاء الله بإذن الله الفضية 800 وذهبية 1500 وموز التابع شون شكت المنافسات صعبة ولا سهلة ولا صعب عندك بحرين وإمارات طيب ما حققت ما حققت بعد ميدالياتك من هذه لا بس شون كان استدادك لهذه البطولة تمرين سنة طافت حق البطولة هذه المنافسة كانت قوية والحمد لله حصلنا على ثلاث ميداليات ورغم تأهيل لبطوة العالم في رمي الرمح والحمد لله أدي نجازة هذا إلى حضرة مقام صاحب السمول وحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي كله وإلى ربعي وكل من يعز عليه إلى جانب الميداليات العديدة المتنوعة تمكن أبطال النادي الكويتي للمعاقين من حجز 11 مقعدا لإنهاية كأس العالم التي ستقام في فرنسا العام المقبل صراحة منافسة لا يستهام فيها حققت مدالي الذهب في رمي الرمح وحققت رغم شخصي جديد الحمد لله وفي لعبة الجلة حققت الفضة لكن رغم الشخصي كان شوي صعب ما حققته حطت بهبية الثلاجان رغم تأهيل لبطوة العالم وحطت على فضة في الجلة وكان في منافسة جدا قوية بسبب الدمج كانت كل الفئات الدمج أكثر من فئة البطولة يعني أيضا من ثلاث فئات الدمج النادي الكويتي للمعاقين ورغم معاناة التي تواجهوا في غالبية البطولات إلا أنهم أثبتوا علو كابهم في المحافل الخارجية وضعين نصب عينهم رفع علم الكويت في البطولات الخارجية أبطال النادي الكويتي للمعاقين يواصلون الإنجازات وحصد البطولات ويكتسحون المراكز الأولى في البطولة الخارجية لألعاب القوى أحمد العنزي الرأي وقبل ختام النشرة لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر آت الرأي ميديا جروب أيضا تستطيع مشاهدة جميع نشراته برامس لفزيون الرأي عبر قناتين على اليوتيوب الرأي يوتيوب كل عام والكويت بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة